إذن في كل مرة تخلف الأمطار الرعضية المتساقطة بولاية باتنى خسائر مادية وفلاحية السبب إما من معايير إنجاز المشاريع والبنية التحتية بطريقة بعيدة عن المعايير القانونية أو تقاعس المسؤولين في تسريح البلعات والجسور المسدودة سعيد حريقا يفصل أكثر في هذا التقرير كادت عائلة رشيد دربالي من بلدي تنوغيسن بولاية باتنى أن تلقى حتفها في فيضانات اجتاحت مسكنها مخلفة خسائر مادية كبيرة ويعود سبب هذه الكارثة إلى انسداد جديد جسر مفترق ودي تاجرينة وإشمول بالحجرة والأتربة وعصان الأشجار وتروي القصص الشعبية هنا في بلدي تنوغيسن أن هذين الوادين عندما يفضاني ويلتقيني في هذه النقطة يحدث بينهما ما يشبه مسارعة محتدمة لا تنتهي إلا بذبح دجاجة ورميها وسط الفيضانات وإن كانت الخرافة هي ميزة هذه الأسطورة فإنها تدل على خطورة واد لم تكلف الجهات الوصية نفسها عناء تصريح هذا الجسر لتفادي كارثة كادت أن تخلف أرواح بشرية